يقول ما هي آداب الاختلاف التي نسمع عنها كثيرا آداب الاختلاف يا حبيبي الفاضل يقتضي من المختلفين التناصح فيما بينهم وأن يفرقوا بين الخلاف السائغ اللي يستساغ فيه أن تختلف معي وأختلف معك وبين الاختلاف غير السائغ اللي هو بين الأدلة والبينات فمنطقة لا يجوز أن نختلف فيها طيب لكن حتى لو اختلفنا في منطقة الاختلاف الغير سائغ فلابد أن نحن نتأدى فيما بيننا بأدب الاختلاف أدب الاختلاف يقتضي عدم إنكار عليك ولا إنكارك علي إلا في حدود المناصحة وذكر البينات والأدلة والبرهي إنما الإنكار بمعنى التخطئة وكذا هذا لا يصح ولا يجوز الأمر الثاني عدم إساءة الظن بالمختلفين باللي مختلف معك يعني أنا اختلفت معك وأنت اختلفت معي لماذا تسيء الظن فيي أنا مريد للحق لكني أخطأت أنت مريدا للحق أصبته احمد الله عز وجل وادعوا لي ولا تسيء بي الظن ادعي لي ربنا سبحانه وتعالى يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه الأمر الثالث عدم التجريح عدم التعرض للأشخاص كما يقولون خلينا في حدود الموضوعية أنت مختلف معي في حكم ما خلاص خلينا ناخد وند في هذا الحكم لا أتعرض لشخصك إنك جاهل وإنك مبتدع وإنك ضال مضل ولا أنت تفعل هذا معي أيضا بسبب إن إحنا مختلفين وما لتعمل إيه يا أخي الحبيب لا مجال للتجريح الذوات والأشخاص إنما إذا كان الاختلاف موجودا بالفعل فيكون الحل هو المناصحة والتذكرة والنقاش بالحوار بالأدلة الشرعية بأقوال أهل العلم من السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى وثق تماما أخي الحبيب إنه لو كان الخلاف في حدود الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مش سيحصل الخلاف الذي تتصوره لأن الصحابة اختلفوا لكنهم في حدود الأدلة الشرعية يعني كنا نضرب مثالا لاختلافهم حتى في موت النبي عليه الصلاة والسلام وكمان اختلفوا حتى أين يدفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مات آه خلاص سلمنا إنه مات لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وانتشل الناس من الدهشة والاستبراء طيب أين يدفل النبي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من قائل ندفنوا في مكة إنه هو مسقط رأسه حيث نزل عليه الوحيث ولد وحيث أوحي إليه وآخرون يقولون ندفنه هنا في المدينة فهي مهجره الذي اختاره الله عز وجل له وآخرون يقولون ندفنه هناك في بيت المقدس مدينة الأنبياء حيث دفن إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين عليهم صلى الله عليه وسلم فضل مختلفين في هذه الأقوال الثلاثة حتى ساق الله عز وجل للجميع أبا بكر رضي الله عنهم جاء أبا بكر وقال أيها الناس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدفن الأنبياء حيث يموتون الأنبياء يدفنون حيث يموتون والنبي عليه الصلاة والسلام مات على فراش عائشة في غرفتها فرفعوا الفراش وحفروا تحت الفراش مباشرة ودفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف حصل لكنهم في النهاية اتفقوا لما جاءتهم البينة البينة من كتاب الله أو من سنة رسول الله بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين واختلفوا حتى في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا عارفين القصة أن فاطمة رضي الله عنها اختصمت أبا بكر عليه رضوان الله تعالى لأنها جاءت إليه تطلب ميراثها في أبيها فقال ليس لأبيك ميراث أصلا ولا لك نصيب في ميراثه عليه الصلاة والسلام النبي كده كده عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا يستاهل كما يقولون فغضبت فاطمة رضي الله عنها وغضب علي على غضب فاطمة رضي الله عنهم أجمعين ثم في النهاية اصطلحوا لأن الصديق رضي الله عنه قال سمعت يا فاطمة يا علي يا غيركم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة فانتهى الخلاف وانتهت مخاصمة فاطمة لأبي بكر وانتهى غضب علي على غضب فاطمة وتراد الجميع لما جاءتهم البينة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد نختلف لكن نتأدب في الاختلاف بالأدب الذي كان معهودا على أحد الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى لا إنكار إلا في اختلاف التضاد وفي الخلاف غير السائغ والإنكار يقول برفق وليا فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم لا مجال لإساءة الظن في الذوات والأشخاص ثم أخيرا لا مجال إطلاقا ودي أدب أساسي من أدب الاختلاف للتجريح والسباب والشتائم والانتقاصات فإن هذا أصلا ليس هدي الإسلام ليس خلق المسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ويقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد